بدور الانعقاد جديد تستعرف اليوم الحياة البرلمانية في البلاد بافتتاح حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لدور الانعقاد الثاني لفصل التشريع 16 لمجلس الأمة نعم حيث سيشهد جدوى الأعمال جلسة اليوم إلقاء النطق السامي تليه كلمتين رئيسة مجلس الأمة ومجلس الوزراء ويعقبها انتخابات أمين السر والمراقب وعدد من اللجان البرلمانية قراءة في جدوى الأعمال جلسة اليوم في هذا التقرير وسط توجيهات سامية للسلطتين التشريعية والتنفيذية بتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية يبدأ مجلس الأمة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر اليوم بعودة جلساته العادية مجددا للانعقاد فيما أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن أمله وامنياته بأن يكون دور العقاد الثاني مثميرا داعيا في الوقت نفسه للاستماع والأخذ بمضامين النطق السامي يستهل دور العقاد الجديد أعماله وفقا لجدول الأعمال بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإلقاء النطق السامي وتليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عقب ذلك ترفع الجلسة لفترة تودع خلالها لجنة الاستقبال السمو الأمير البلاد ثم تستأنف الجلسة وتعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال حيث سيتم انتخاب أمين السر والمراقب ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة وهي لجان إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري والعرائق والشكاوى والشؤون الداخلية والدفاع والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية والشؤون التعليم والثقافة والإرشاد والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والشؤون الخارجية والمرافق العامة والميزانيات والحساب الختامي وحماية الأموال العامة والأولويات ومن المتوقع أن ينتخب المجلس أعضاء اللجان البرلمانية المواقة إن وجدت بالإضافة إلى انتخاب أعضاء ممثلين لمجلس الأمة لعضوية البرلمان العربي